اشتركوا في القناة قوطي مباركة يعني غالبا يتحدث المعلقون أو الكاتبون عن فكرة انه انعكاسات ما حدث على الداخل المصري هذا المقال مهتم بتأثير الثورة وما حدث بعدها كل التطورات حدثت في مصر على الجانب الاقليمي يعني كما ما هو ظاهر من العنوان انه هو بيقول انه بعد عشر سنوات دور مصر الاقليمي ادمحل لم يعد كما كان وهو عكس كانت التوقعات لثورة يناير اللي هي كانت احد شعارتها ارفع راسك فوق انت مصري فكان من المتوقع انه يتم ترجمة هذا الشعار ليس مجرد فخر داخلي انه طبعا ينعكس على الخارج وخصوصا بعد انبهار كثير من دور العالم بيئة ثورة المصرية لكن بيقول هو هذا ما لم ما لم يحدث بسبب طبعا فشل الثورة وحدوث الانقلاب في 2013 فبيقول انعكس على طبعا الاستثمارات قلت التي تأتي إلى مصر وايضا الاقتصاد لم يتحسن وايضا شاهد ذلك تناقص في دور مصر لانه طبعا تم دعم مصر من السعودية والامارات بمليارات الدولارات لكن طبعا هذه الاموال يعني لم تكن بلا ثمن والثمن هو كان انه على حساب دور ومكان مصر وانه القبضة الامنية التي يحكم بها الاسيسي مصر لا يمكن ان تستعيد دور مصر الاقليمي الذي كان قبل الانقلاب صحيفة دي تايمز البليطانية كتب عنوان مقال ريتشارد سبينسر إرث الربيع العربي حرب ديكتاتورية وقمع للأسف انه يعني انه بيقول انه الثورة اللي هي يعني كانت ملأة نفوس ليس فقط المشاركين فيها لكن حتى الصحفين الأجانب والعالم بالحماس والأمل يعني بدأ ذلك وكأنه تحول إلى سراب ليحل محله الديكتاتورية كما هو الحدث في مصر كما يقول أو الحروب كما حدث في ليبيا واليمن وأيضا السوريا فهي لم تتحول الأمور كما كان ينبغي لها وأنه جزء من الموضوع أنه للأسف أنه كثير من الدول الغربية عادت إلى الصيغة الأديمة اللي هي فكرة أنه الديكتاتور الذي نعرفه أفضل من الثورات وعدم الاستقرار الذي حدث بعدها يعني رجعوا لي الفكرة التي كانت سائدة قبل الربيع العربي وفكرة أنه أيضا ما حدث في ليبيا أنه التدخل ربما كان هذا آخر تدخل أجنبي اللي هو التدخل في الناتو فتركت بقى سوريا لحد كبير لمصرها واليمن وإلى ذلك هذا المقال يستشهد بكاتب هو كاتب عن الثورة في مصر هو متشائم يعني بيقول أنه يبدو رغم عدم موجود استقرار ولا ديمقراطية سواء في مصر أو عدد من الدول الربيع العربي لكن يبدو أكثر فأكثر أن الظروف التي قامت فيها الثورات في الربيع العربي هي كانت استثنائية ومن الصعب تكرارها نعم أما صحيفة الجارديان البريطانية فهناك مقال دكتور عاملو دراج وزير تخطيط المصري والتعاون الدولي سابقا بعنوان السيسي حول الحياة في مصر إلى جحيم بعد عشر سنوات من الربيع العربي هو بيقول أنه بعد هذه العشر سنوات أنه يبدو الآن أنه ما كنا نعيشه تحت حكم مبارك هو جنة بالنسبة للجحيم الذي تعيشه مصر الآن تحت حكم السيسي هو بيقول أنه كان من الناس لم يكن عندهم أمل أنه يحدث شيء في يوم 25 يناير بعد 30 سنة من حكم مبارك لكنه أصبح متحمس جدا وعاد إلى مصر بعد سقوط مبارك حس أنه ليه دوري في بناء الدولة وهو كان أحد المنوط بهم كتابة الدستور وأيضا فكرة ومحاولة إصلاح المؤسسات بحيث أن تكون فيها قيم ديمقراطية هو بيقول أنه تم ارتكاب كثير من الأخطاء بعد ثورة يناير لكن هو شايف أنه من أخطرها هو فكرة أنه لم يتم اجتثاث الدولة العميقة إنما تم الإطاحة برأسها فقط وبقيت بقى ما ترتب على ذلك لكنه على عكس المقال السابق هو بيقول أنه يرى أنه هناك مازال أمل لأنه هذه كانت مطالب مشروعة ويرى أنه ربما هناك مازال أمل في أن الناس تعود مرة أخرى لمحاولة تحقيق المطالب الثورة وهو يدعو أيضا العالم الغربي الذي شايف أنه لو لا دعمه لما استمر الأسيسي في الحكم أن يراجع ذلك حتى لا يتم اتهامه أيضا بمسؤوليته عن سواء المجازر سواء الاعتقالات كل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يقول أن المصريين لن ينسوا ما يحدث في مصر وسينال الغرب بعض اللوم على ذلك صحيفة سالونة الإلكترونية طريحة بها مقال ميديا بنجامن وأرل جول تساؤلا وحمل هذا التساؤل عنوان لماذا يجب على بايدن وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لنظام السيسي الوحشية في مصر هم الكاتباء المقال هم أعضاء في منظمة اسمها كود بينك بيس فهم من دعاة السلام هم شايفين أن السيسي خائف وقلق الآن منذ فوز بايدن والدليل على ذلك طبعا شركة العلاقات العامة التي تم التعاقد معها والضغط وأنه يحاول الاحتفاظ بالأموال المساعدات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية منذ كام ديفيد في سنة 78 وسبعين فهم شايفين أنه يعني هم بيطلبوا من إدارة بايدن أنه يربط المساعدات أكثر بتحسن حقوق الإنسان في مصر وأن لا ينخدع ببعض الإفراجات عن بعض المعتقلين السياسيين مثل ما حدث مع أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأيضا حتى الإفراج عن محمود حسين الصحفي محمود حسين صحفي الجزيرة يوم 6 فبراير هم يقولوا أنه لازم يكون في إفراج عن كل المعتقلين هم برضو يكلموا على 60 ألف وأنه فعلا لازم بايدن يؤكد للسيسي أنه فعلا هو ديكتاتور ترامب المفضل ليس مفضلا بالنسبة له وأيضا أنه ما يفعله ليس فانتاستيك جوب أو عمل رائع كما كان يقول ترامب وأنه لا يجب أن يتم دعم ما يحدث في مصر بأموال دافعي الضرائب من الأمريكان لأنه يعطي إحاء بأنه أمريكا تدعم كل التجاوزات والانتهاكات في مصر وأن السيسي ممكن أن يستمر فيما يفعله كما يحلو له بدون محاسبة نعم نقتتم جولتنا الصحافية بتقرير لمراسل صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في القدس بعنوان الإسرائيليون يتساءلون لماذا لم يتصل للرئيس الأمريكي برئيس وزرائهم بعد هذا يبدو السؤال الذي يتردد وعدد من الصحف الإسرائيلية تحدثت عنه وحتى سفراء سابقين سفراء إسرائيليين سابقين في الأمم المتحدة أو غيرها في فكرة أنه لماذا لم يتصل بايدن بعد ثلاث أسابيع من وصول البيت الأبيض بنتنياهو هذا لم يحدث من قبل لم يحدث في عهد ليس فقط ترامب حتى أوباما ففكرة أنه بيقوله حتى يبدو وكأن الصمت مزلزل وفكرة أنه كأنه نوع من التجاهل الدبلوماسي رغم أن الطرفين رسميا بينكروا وجود أي شيء نتنياهو قلل من ذلك قال أنه بايدن مشغول وأنه بايدن يجري المكالمات على حسب المناطق وعلى حسب الاهتمام هو تحدث مع المكسيك وعدد من الدول الأوروبية وكذلك الدول الأسيوية فإنه دور الشرق الأوسط ربما لم يأتي بعد وبالأمس المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أيضا قالت أنه بايدن يتطلع إلى الحديث مع نتنياهو لكنها أيضا لم تعطي تاريخ لذلك يعني هم من الجدير بالذكر أنه كان نتنياهو قال أنه يعرف بايدن لمدة أكثر من 40 عاما لكن هناك كثير من الخلافات بينهم بسبب فكرة المستوطنات وما إلى ذلك فرغم محاولات تهوين نتنياهو وبعض من معه إلا أنه من الواضح أنه لحد الآن أنه هذه رسالة تريد الإدارة الأمريكية الجديدة أن توصلها أنه أيضا العلاقة الخاصة التي كانت تجمع بين نتنياهو وترامب والكيميا التي بينهم وكل ذلك أيضا لن يكون نفس الأمر مع بايدن علاقات خاصة كثيرة مع بايدن يبدو أنها تحولت وتغيرت مع ترامب تحييرت في هذه المرحلة وسنشهد إعادة الفيفورت التي كانت بالنسبة لترامب ليس الفيفورت ولا هم المفضلين بالنسبة لبايدن نعم شكرا جزيلا نصيح فيها نادية بالمجد لكي جزيلا شكرا مشاهدين نهاية المساء نشكركم على طيب هذا المشأة في المساء الجديدة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته